اشتركوا في القناة السلام عليكم المنتجين والناس تعالشان هادية اللي سمحونا انو نقدروا نعبروا فيها ويعني أبريد ديزاني وحنا قاعدين نبوسيوا باش نقدروا نتلقوا معاكم ان ديركت ونخشوا لدياركم ونحكيوا مع بعضانا فالحمد الله هاد الشي تحصل هاد الشي روصل دانك عمبالي اللي برمير شوز اللي يقولوها هالناس يرمركي يقولوك هاد السيد ويجيبوه لهنا احنا نعرفوه بالصح اوتان كيميزان كيميزان بانورمال ديجا الهي اتيعوا لبس كاسكتة ولبس فيستة وطريكو احمر ودجين وصبات فكأنو هاد اللبسة هي اللبسة تاشارع احنا تعالاتيلي والفنا والفنا اللبسة تحب تحكي عالل موند اكستيريور دلو شوية مكياج نعودو احنا منسوحاوش بيه ونديريك خاطي يديه تحكيش عالبرة رك تحكي عالحاج اخرى يعني ان اكزمبل تو سمبل لو نحكيو عالمخديرات يقولوك واطعاتي الشباب للمخديرات تبا ننضيفها بصحية اصلها لما تقولو السيد روي بزق وشرب الكيف وزطلو الكاشيات والبركة ومادام كوراج وطايح لها بيزقو في حال فتولي اليماجة اللي بلو براش الهداكة اللي في الشارع بصح هداكة تعالاتيلي مبقاش يربريزنتيه دونك احنا في الحصة تعنا لبوت البرنسيبال سكحابين نجبدو هاداك الموند اكستيريور وندخلوه مع بعض انا به نحكيو عليه خاطاك مشاكلنا كل كل نعانيو فاها نبع من النقطة الاولى ان ما عدناش نحكيو عوش صاير عدنا نكامو فليو قبل ما نخشو كيف كيف فكركم في اول درس مدو ربي سبحانه للبشرية اول خطرة عم بالكم ربي سبحانه كيخلق الملائكة ملائكة كيما تقول انت ليفهموا لانفرماتيك في شيك زيك يطابل ما تخلطش حطها ربي ديري وش اك خلقتك تعبدي خلقتك تصلي خلقتك ما تديريش نهار اخر واحد نهار ربي سبحانه خلق ادم فاجات الملائكة وهدرت الرب يقتله ربي سبحانه وعليه تخلق فيه وراح يفزت في الارض وراح يكفرك وراح يسبك فالملائكة اصلا ما تسقسيش وان بيسكون سقسات سقسات ربي سبحانه يعني ربي يعرف كيف ملائكة تسقسي ربي تقوله تعرف ولا وعليه تخلق فيه ولا فالبرنسيب اللي حب يعلمهونا ربي سبحانه انه لازم نتلاقاه ونسق سوروحنا يسي لبرنسيب اللي ميسيون وعليه تخلق بيقبل ما نخشو فاللي ديطاي نقعده براحتنا سح ونخشو فاللي حضرنا عليهم مرة اللوله خلاه وعليه سميناها ربي يهدينا هاضي النقطة الاولى وعليه الحصه اسمها ربي يهدينا دابور عم بالكم باللي كي تقول واحد ربي يهديك بكر يخلاه كانوا يروحوا للرسول عليه الصلاة والسلام يقولوا يا رسول ادعيلي يا ربي يهديني يقولوا يا ربي يهديك ويا ربي انت يهديك ويا ربي كانت حاجة ملاحة اليوم في المجتمع تعنا كنوا تقولوا واحد روح ربي يهديك كيش قول سبيته ربي يهديك ولا تسبه يعني يا روح ربي يهديك بارك روح يا روح بارك ربي يهديك ولا تتقال في العراك حاديك احنا تركزنا على هاد النقطة تاع ربي يهدينا الحاجة الثانية كلمة ربي يهدينا بس كانت ناس يقول لك يروح انت يهديك ربي ساها رح شوف روحك وش قاعد تدير انا مستعرف روحي معه وش غالط فالحصة هذه قاعد تقول لاني مشني انا وعالم ولا حتى اناني غالط وجاي ندعي ربي انه بيكم وبينا نتحداؤه ان شاء الله هذه الفكرة وعليها ربي يهدينا الفكرة الثانية لما تشوفوا حساس اخرين وعن بالي في البرابول راي معمرة حساس اضرب بركة اضرب بركة حساس معمرة معمرة في البرابول كان حساس مثلا دينية يقدمها واحد عالم دين فقيه دين داعية في الدين متعلم في الدين يعني مختص في الميدان تيعو وبعديك حساس عصبار تلقى كيف كيف انترينار ولا انسين جوار ولا هكا مختص وفي الاجتماع مختص وفي الادية كمختص وانح نديرو حساس ما جبناش فيها مختص ما جابوش فيها واحد سبيسياليست في حاجة حنجيب واحد من عامة الناس هو معوج كيف وكيف حالت الناس ويغلط كيف وكيف حازنات وعقلي وفوت يا كيف حالت حالت الناس وقاعد نسقسي فيك ومسقسي في روحي وعلاها الريزوني وكيمك وعلاها نخدمه كيمك وعلاها عقليتنا كيمك وعلاها رانا معوجين كيمك دونك هادي من الاهداف طاع الحصة والحاجة الثالثة اللي هي مهمة اللغة الالقاء اللغة الالقاء عفوا انا يما كي تتفرج النشرة طاع بلادي تسمع 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 باك تقول لي وش قاعدين يحكيه ايه جزيريا قاعدة تحكي معاك ولا تنسي تقول لي من فهمش وش قاعدين يحكيه هادا مشكل كبير 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 في المجتمع المغرب العربي الكبير مشكل كبير لانو كي الناس قاعدة تتحاور معا ناس بلغة ما يفهموهاش لازم لازم نتحاوروا مع بعضانا باللغة اللي نفهمها واكتر من ذلك لازم بالعقلية اللي نفهمها نعطيكم واحد الاكزامبل بات خلاها انا كنت نقرة في الجامعة كان المعلمي قررينه في الجامعة بلا كتر ياماني ولا سينك ياماني سماني كبير شارف سم نقرة في الجامعة يجي المعلم يدير يدرس في الدرس انهز انا صبعي نقول له ميسيو عندي سؤال مفهمش كيف يفاهل من الله فورميول هاديكا وصلنا حتين المعادلة لتحت مفهمش كي ما من الفوق لتحت عميك شو كان يقول لي كان يقول لي انت ما تحشمش احترم نفسك وعليه نقول له يا أستاذ اني محترم ما درتلك والو لا يفوكي تهدر معايا ما تهدرش معايا بلغة الشارع اهدر معايا بلغة محترمة وش يا أستاذ اهدر معايا ان فرانسي بول لي يا ميسيو سي فو بلاي جودغي بيان سافوى كما وزافي باسيد لا فورميول هادي لغة محترمة وكأنه لغتنا اللي نحكي بها البرة ولا تلغة مشها محترمة وعليه لغتنا اللي بيوت تعنا نفهمه حتى في العقليات العقليات لازمتنا ناس يخرجوا من المجتمع تعنا انا ساعة ساعة نشوف وزير يهدر في التلي ويقول لك الوزير يقول انا مفهمش هاد ليجون كيفاه يرسكي بعمره يركب في فلوكا يعني في قارب في باخيرة صغيرة نقوله فلوكا مدق دقاء وحارق في البحر وما يخافش من الموت هو مفهمش فنقوله يا سيد الوزير سي نورمال ما تفهمش انت طلع جناز تيعك وعقلية طلع جناز تيعك بلك في الزاني 50 ولا في الزاني 60 بصح العقلية طالها جناز تاعة 2000 وطلع وتسعينات وطلع عقلية واحدة اخرى لازمتنا امبورت بارول ليتأقلم مع العقلية تيعنا ما تقدرش تفهمه على حارق انا نفهمه لانه عانيت من المشاكل ونفهمه كي يقولي اني كرهت وحارق ورح نديره حساس على الشي هذا هو سي نورمال ما تقدرش تفهمه بلك نستفاده من الاكسبرينس تيعه في الاجستيان في الادارة في كل شي بصح به تفهمه صعيبة وتخيل هاد القانون يعني بلك تقوله السيدة ده ضربوه لبروجيكتور وقعد يخرف بلك تقوله جابها من راسه تخيلوا انه ربي سبحانه والعزيز هو اللي حط هاد القانون شوفوا الانبياء والرسول اللي بعتهم ربي كل ما يجيبش رسوله من بلاس اخرى يحطوا في قوم واحد اخر كل نبي يخرج من القوم تيعه من عهد سيدنا عيسى عليه السلام سيدنا موسى عليه السلام حتى ان الرسول عليه السلام كل لازم يخرجوا ويخاطبوا القوم باللغة على القوم تحهم ومام كما حكينا احنا في العقلية يفوق يكون من الله مام جنراسون شوفوا سيدنا موسى عليه السلام منين نخرج من بني اسرائيل وين تربى في القصر تاع فرعون باه يعرف العقلية تاع فرعون وباه فرعون يتبهر وفكره وين رايح وحتى شوفوا بني اسرائيل كانوا يبنيوا لبيراميد يحبوا السبكتاكل يحبوا ديك يشوفوا حاجة كبيرة يبنيوا كشغول كما تقول انت تروح نويورك ولا لازميغاس يحبوا حاجة ديمزوري كما يقول كبيرة خلاهاك فوقت ابنوا اسرائيل وقت سيدنا موسى عليه السلام كانوا يحبوا حاجة كبيرة فربي سبحانه لازم يبعت لهم نبي يجيب لهم معجزة معجزة سبكتاكلار يعني راح يشوفوا البحر يتقسم على زوز وفاق تروح منه وفاق تروح منه يعني فيلم هوليوود ويدخل يعني لنبي يخش في النص والناس يتخشوا بعدك على فاق تطيح كشغول لازمت لهم هادلو سبكتاكل لأنهم ويلفوا المجتمع تحمعاش بالعقلية هادي سيدنا عيسى عليه السلام كيف كيف كانت المرض وكل تخيل حتى الرسول عليه السلام يعني ما جابش المعجزات هذي كتاكل بحر لا كانوا الناس يحبوا الشعر ويحبوا كانت يعني يحبوا قوة الكلام ويحبوا يعني صفيك جاب لهم ربي معجزات ويلمهم هما كل قوم وتخيل لما نحكيه على هادل هادل جينيراسيون لتخلف جينيراسيون لما كبر الرسول عليه السلام كبر والرسول عاش في جينيراسيون كانوا فيها كفار معظم ليجيون كفار وبعليك هكي كبر كبر جاد جينيراسيون جديدة وان معظم ليجيون مسلمين فتخيل ربي سبحانه وبه سيجي لاريولاف وش يدير يبعت له سيدنا جبريل في المنام معاه تصويره طاعة مرأ صغيرة اسمها سيدة عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر يقول له يا محمد صلى الله عليه وسلم لازم تتزوج بيد المرأة صغيرة وعليها صغيرة وناس بزيف دورك اليكر بس كل رسول رح يعلمها ما تجي تتعلم وتكبر تولي النوفال جينيراسيون اللي تعلمت صحي العلم تحها هي لح تعرفوا تعيش معاها في الدار هي لح تكمل لسويت وعليه لأنه العقلية العقلية طاعة لها جينيراسيون لازم تتباح ويقول شو سبحان الله ويقول الصحابة يقولهم نتم خيار الناس لكرام طاعة لكرام ويقولهم لكرام طاعة لكرام أوقف أبو بكر وأوقف عمر رضي الله عنه وأوقف عثمان وأوقف علي فيوقفوا يقولهم نتم خيار الناس لكرام طاعة لكرام طاعة لكرام رقم فريمو رقم الليكس في العلم ويقولهم شوفتم انتم في ربعة روحوا العائشة دو كتعلمكم ستوا على بس كل رح تعلمهم مش في الفقه يععرفوا في الفقه يععرفوا كيفاء الفاترانس مثل الميساج وكيفاء نوفال جينيراسيون كيفاء وكيفاء دونك هادي من لبيت وليزوبجيكتيف تاع الحصة كان نطر أبجيكتيف تانى ثالث هو أنه يا ناس أنا أنا مش نجاي نمد دروس للناس ومش نجاي نعلمكم كيما قلت لك راني معاوج حتى أنا راني أنا جاي نصلح روحي وأنا عن بالي في المجتمع يعنا كان بلوزيور موديل مني أنا بعقليتي بتخمامي نختلفوا في الطول في العرض في الوجه في أديك بس عنا ببريل عمام منطاليتي فحبيت نطرحولكم احنا مشاكلنا ونقولكم هاو كيفا نخمو ولكن تقضوا تعاونونا المواضيع رح نجبدوهم توباتمو من ديز اكسبريانس صرعوا ليلينا في مجتمع تاعنا احنا يعني واحد النهار اكزامبل خشوا ديريكت جاتني واحد الطفلة أنا كنت قاعد في الدار وستي لا سمان وليموة وين درنا درنا كيما نقولو واحد الحملة خيرية درنا حملة خيرية وبننا نخشوا في المدو ولي هادا الانصدقولو هادا المدولو هادا المدولو فجاتني واحدة طفلة مسكينة تبكي طفلة ديكة تبكي ومعها ثلاثة دراري وطفلة الاخر اي بالكرش بلغتنا بالكرش يعني حامل نعرف كيفا يقولو في بلاي سخرين المهم كانت بالكرش يعني بينطوي ويعدوا عندها ربعة زوز دراري طفلة وطفلة والاخر والله ويعلم في الطريق فجاتني هي تبكي ومحتاجها وبدأت تقولي يا مطفير أنا محتاجين ونسكن في براكة وأزمة اقتصادية ويا ربي إن شاء الله يفتح على كل هادا المحتاجين وربي يفرج عليهم إن شاء الله في هاد الشهر العادين دونك هي جاتني تبكيلي وتشكيلي وانا جيتي تسمى جيني تسمى يعني جيتي باالاز قلت لها هي أختي بعتلي راجلك أو باين صغير قلت لي بعتلي هولي نحكي معا نقدر نفهم ونحكي ونقعد في قهوة نحكي ووش بيك ووش ماجه نقدر نلقاو بس كنتي طفلة شوية قلت لي الحاجة الأولى لقيت هالي تسمى قلت لي ما كعمبالك وشك عن بال قلت لي الراجل ما يجيش يطيح قيمته قدام الراجل ما يجيش يطلب كيفا ما يجيش يطلب في صالحك في صالح ولاده مسئولية لا ورمركيت أنا هادية في المجتمع تعني نورمال تروحوا تشوفوا لاداس ولا في الكروسون روج وين يمدوا تلقاو لاشيانتا عنسا كبيرة 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 ورجالتهم وينهم تلقا لاشيانتا عن الرجال فها فها شوية بصح فها غير شياب ولي جان يبعتين ساوية فكان لي قاعد في قهوة وكان لي ما يخدم مش كان لي مش وحاب يجي كان لي ما يطيحش بنفسه جهة طيحة يبعت لمرأة دونك ان شاء الله بإذن الله هنديروا حصة على المرأة وينتصر كل مشكلة يبعت لمرأة المعلم سحق تلميذ اروح ابعت اروح يا المرأة هنديروا ان شاء الله حصة على المرأة ونكسبيكي وهادة الظاهرة مثال واحد اخر في نفس المثال نبقى مع الطفلة هديك نقول لها يا أختي انت هي جايبة ربعة دراري بلكن تم راجلك قادرين تربيه واحد توكلوه وتشربوه وتشريوله وتقريوه وتديوه يحوز وعليه جايبين ربعة فتخيل تحيات عامة الناس فتقول لك وله لا فطعنا هاو ربي سبحانه وحبكي مك وكأنه هاد العقلية احنا خطينا وربي اللي راد علينا هاو ربي ومرحبا بها وربي حبكها بس احنا رجال مرحبا بها يا ربي ما كانش مشكلة احنا هاقابوزي هي لا إنسان يطلع في السلوم مكسر والسلوم محكم بالسيلان وبعدك يطيح ما يقولش مرحبا بها حاجة ربي هو اللي حب لا درتي الأسباب بها تطيح تسمع انت درتها بيدك وبير كان لي تصراله مشكلة ويقول لك وعلاه يا ربي وعلاه ويش درت لك يا ربي وعلاه كي شغل راك تقول ربي يظلمك ويحدي راك سيدان ولا مرحبا صارت لهاك وعلاه يا ربي جدرت لك أنا فهادهم أمور راح إن شاء الله نحكي وعليهم في الحصص تيعنا والحاجة الثالثة لي فريمو حبست لي راسي سيك هاد الطفلة اللي عندها ربع دراري قلت لها أنا يا أختي بإذن الله نروحوا لاداس ونديرو لك دوسي بهتعودي سيبان أوفيسيال الحمدلله إحنا في بلادنا عندنا هادي لاداس وعندنا هادهم الجمعيات المهم تكون بركة عندك دوسي يحطوا يديروك في روجيستر وبعليك أوتوماتيك ما يبعتولك بهت مدوا بهت بهم ما توقعش فوضى داكور قلت لي رحنا لاداس كي وصلنا لاداس بدأ السيد يحكي لها على الدوسي سهل دوسي ليفريت فى مئة سنية في لامان مكان ويل آه فلتمها الطفلة وش هتبدل قلت لي عندي مشكلة وش هي المشكلة تيعك قلت لي يعني ما نقدرش عدوسي وعلا قلت لي أني مزوجة بالحلال هي ماذا بينا يخطي زوجي بالحلال وربي سهلك إن شاء الله وإحنا منا قادي نمكوره شيف طال الحرام هي فكان معايا صحيبي في الاداس فهم وحكمني من يدي وقال لي صيبان لطفي فقلت وش صيبان ثم هو فاهم وهي فاهمة وخرجت أنا كافي فى الحكاية خرجتكي شغل إنسان خارج من المجتمع ما عمبنش وش صاير قل لي تسمى ما عندهاش لي فريد فامي كيفا ما عندهاش لي فريد فامي هي مزوجة وعندها ربعة دلاري وساكنة مع السيد وكل قل لي منا دموالفنا بهم صيبان كي تقول لك في الحلال تسمى كيفا فهمني قل لي تسمى هذا غير الفاتحة هاي أنت تتقصي بزاف كيفا دي في الحلال تسمى هذا الفاتحة يعني حنا يا ناس الرسول عليه الصلاة والسلام قل لك الحلال فيه ربعة شروط قل لك الولي لتويتر دار الشاهدين لتموا دار الصيغة زوجتك ابني زوجتك لاتا خطرات ودار المهر لادوت ربعة شروط فالربعة شروط ما كانش الفاتحة ما يقلكش لازم تهزوا الفاتحة والحمد لله قل لك ربعة شروط برك حنا نحينا الربعة دم وزدنا شرط جديد هذا خير الفاتحة حنا نعرفه خير نحيلك ربعة دير فاتحة الحمد لله رب العالم وعلا وعلا خيرنا الفاتحة وعلى ما دناش إنا عطيناك الكوتر فصلي ربك وانحر إنا الشانيكا وقفت الخفيفة دريف وكوفيهم بغاصيلة ماغية في الأمان وعلى درنا شرط مكزيستيش والحمدولي والمغضوب عليهم وحنا حالة فرح فكان ناس ولي غيدني أكتر أنا ست طفلة مسكينة ودرت عمرها كيف حتقريهم كيف حتداويهم وقلق منك الراجل وراح كيف حتديري تبقى يمطيشة وحدك ما عندكش حتى ورقة باسم ولادك فهذا الكل هذا الكل هذا الكل إن شاء الله حابين نحكيه عليهم إن شاء الله إحنا في المجتمع وحابين نحكيه عليهم في الحصة هذه وحابين تشاركونا تشاركونا بسكو إحنا لبيت تعنا ما همش اللوموا عالطفلة نقولها ما تحشميش وديري كيمكا وعي لا لا ولا بحنا نتهموهم لا إحنا نحكيه عالناس أخرين اللي قاعدين يشوفوا العوج بسح ما تهدرش خلاها لبرة وعلاها ما تهدرش وش صاير في بلادنا خطك حيب ما تهدرش يكون يشعلونا في تليل برة ويشوفوا العارضينا وش يقولوا علينا دونك أصدر كلش في الله تليل وخلاها بيان توفا بيان لا إحنا جاتنا لوقازيون بحنا حكيه وش كان لبرة معليش مانا بيناتنا معليش رانا غالطين ورانا معوجين بس حنا حكيه بها يسي بورسا كديما على فان نقولوا مالقري معوجين نطعمو في حاجة واحدة إن شاء الله إنه ربي سبحانه يهدينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة